تتزاحم الحروف والأفكار وتعتصر القلوب حزنا بفقت الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد يطوي مسيرة حافلة من العطاء للكويت فيما كانت لأياده وعطاءاته خارجيا وإنجازاته شاهدا على استحقاقه مختلف الألقاب والأوسمة نتابع جانبا من مسيرة الراحل في هذا التقرير بعد مسيرة حافلة بالإنجازات التي لا تعد ولا تحصى سواء كانت داخلية أو خارجية والتي امتدت على مدار 65 عاما منها 14 سنة ومنذ 29 يناير لعام 2006 كحاكم بمعنى الكلمة رحل قائد الإنساني أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الأحمد الصباح المسيرة الحافلة بالعطاء والزاخرة بالإنجازات تسجل بأحرف من نور على مدار 65 عاما قضاها في خدمة البلاد ودفاعا عن قضايا آمنة ودعم القضايا الإنسانية وجهود السلام حول العالم ولد الراحل الكبير أمير الإنساني الشيخ صباح الأحمد في 16 من شهر يونيو عام 1929 وتوسم فيه والده الفطنة والذكاء منذ صغر سنه فأدخله المدرسة المباركية ومن ثم أفاده لبعض الدول لا سيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية التي ساعدته في مبارسة العمل بالشأن العام بدأ حياته السياسية الأولى وتمرس في العمل العام ولم يكن قد تجاوز الخمسة والعشرين عاما من عمره عندما تم تعينه في التسع عشر من يوليو من عام 1954 عضوا في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها بمهمة تنظيم مصالح ودوائر الحكومة الرئيسة وضع الخطط عملها ومتابعة تنفيذ تلك الخطط وفي عام 1955 تولى منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تولى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل كما أولى اهتماما بالفنون على العرسه المسرح فإنشاء أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت عام 1956 ثم في عام 1957 أضيفت إلى مهمه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر إذ عمل على أصدار الجريدة الرسمية الكويت الكويت اليوم وتم إنشاء مطبعة للحكومة وأبدى الراحل أمير الكويت اهتماما بارزا بإحياء التراث العربي وعدة نشر الكتب والمخطوطات القديمة وأصدار قانون المطبوعات والنشر والذي كان دورا مميز في تحقيق الصحافة المحلية لما كانت مرموقة بين مثيلاتها في الدول العربية وبعد استقلال دولة الكويت في عام 1961 عين الراحل الشيخ الصباح الأحمد عضوا في المجلس التأسيسي الذي عهدت إليها مهمة وضع دستور البلاد ثم عين في أول تشكيل وزاري عام 1962 وزير الإرشاد والأنباء التي تحول اسمه بعد ذلك لوزارة الإعلام ليكون أول وزير لها في تاريخ الكويت وفي يناير من عام 1963 وبعد أجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة عين الراحل الشيخ الصباح الأحمد وزير للخارجية لتبدأ مسيرتهم العمل السياسي الخارجي والدبلوماسية التي برع فيها ليستحق عن جدار لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الدبلوماسيين في العالم بعد أن قضى أربعين عاما على رأس تلك الوزارة المهمة قائدا لسفيانيتها وإبان عمله وزيرا للخارجية رفع الراحل الشيخ صباح الأحمد عالم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضوا فيها في الحادي عشر من مايو من عام 1963 وبدل طوال سنوات قياداته لوزارة الخارج جهد كبير في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم وشهدت البلاد نتيجة لذلك الاستقرار في سياسته الخارجية وثباتا اتضحت أثماره في الثاني من أغسطس من عام 1990 عندما وقف العالم وأجمع من أصر الحق الكويتي في وجه الغزو العراقي والذي أثمر صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 الذي أجاز استقدام كل وسائل بما فيها العسكرية لتحرير الكويت ونظر إلى ما يتمتع به من فطنة وذكاء وقدرة فائق على تحمل المسؤولية فقد أسندت إليه العدد من المناصب إضافة للمنصب وزير الخارجية حيث عين وزير الإعلام بالوكالة في الفترة من فبراير من عام 1971 وحتى فبراير من عام 1975 وفي فبراير من عام 1978 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء الكويتية ثم في مارس من عام 1981 تسلم حقيبة الإعلام بالوكالة إضافة لوزارة الخارجية حتى فبراير من عام 1982 وفي مارس من عام 1985 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية حتى أكتوبر من عام 1992 عندما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية وأسندت إليه مهمة تشكيل الحكومة الكويتية بالنياب عن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح بسبب ظروفه الصحية وذلك في فبراير من عام 2001 وفي يوليو من عام 2003 صدر مرسوم أميري بتعين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس لمجلس الوزراء ليسجل نجاحا جديدا في قيادة دفة السياسة الداخلية كما نجح لمدار أربعين عاما في قيادة السياسة الخارجية للبلاد ومنذ اللحظات الأولى لتوله منصب رئاسة الوزراء حرص الراحل الشيخ صباح الأحمد على تبني رؤية شاملة وعميقة للتنمية في الكويت تطول مختلف قطاعات الدولة ولا رأسها القطاع الاقتصادي فقام بتشجيع الغطاع الخاص وفتح فرص العمل الحر أمام الشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة واستمر في مسيرة العطاء رئيسا للحكومة الكويتية حتى يناير عام 2006 عندما اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا بالإجماع بتسكية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد وفقا للمدة ثالثة من قانون توارث الإمارة الصادر عام 1964 وانطيلقا من هذا القرار لاتخذه مجلس الوزراء ومبايعة أسرة ألي الصباح أرض الأمر وفقا للدستور على المجلس الأمة الذي عقد جلستين خصوصة الأولى لمبايعة عضاء مجلس الأمة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد فيما خصوصة الجلسة الثانية لتأدية القسم الدستورية بحضور جميع الوزراء ليصبح أول أميرا منذ عام 1965 يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ومنذ ذلك اليوم التاريخي وعلى مدار 14 عاما منذ تولي الراحل الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكومة شهدت البلاد نهضة تنموية شاملة رحم الله القائد الكبير صاحب المقولة الشهيرة هذو العيالي وإلى جنات الخلد يا والد الجميع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أحمد العلزي الرأي شكرا